وقعت مواجهات بين قوات الشرطة البحرانية ومئات المتظاهرين بعدما منعوا من الوصول إلى دوار اللؤلؤة الذي شكل مركز حركة الاحتجاجات العام الماضي وتحت شعار يا غيرت الله غضبي خرج تظاهرات غاضبة تنديداً باستمرار احتجاز حرائر الثورة وبجرائم القتل التي تقترفها السلطات وجاءت التظاهرات تلبية لدعوات أطلقها ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير المعارض وردد المتظاهرون شعارات أشعب يريد إسقاط النظام وأوضح الشهود أن عدداً كبيراً من رجال الشرطة البحرانية طوق قرية جدحفص الشيعية التي تبعد كيلومتراً واحداً عن المنامة وذلك لمنع أصول المتظاهرين إلى الدوار الذي تفرض عليه الشرطة حراسة مكثفة منذ آذار الماضي وأشار الائتلاف إلى أن قوات النظام قمعت المسيرات مستخدمة الغازات السامة والرصاص ضد المتظاهرين ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحة كما اعتقلت العديد منهم